موسيقى شكراً لكم على هذه المواضيع معدينا قانون بحضرات أسواق بلية في مجموعة Equity Group أهلاً بك لنا معنا وبداية دعينا تحدث عن الفيدرالي الأمريكي اللهجة التي سمعناها من جيرون باول يوم أمس وطبعاً كان معروف أنه لا قرارات جديدة لا إجراءات جديدة ولكن اللهجة هل توقعتها بهذا التساهل؟ نعم كانت التوقعات بهذا التساهل وهي سياسة مرينة كانت سياسة جيرون باول وأكد أنه في تعافي اقتصادي كما ذكر سبب سياسة نقدية كما هي وقال أنه قطاعات التي تضرت من جائحة كورونا ما زالت ضعيفة رغم أنه يعني تحسنت لكن عم بيشوف أنه مخاطر كورونا ما زالت موجودة وأنه التضخم عابر وليس مؤقت وكانوا كل التوقعات تشير إلى ذلك أنه يشير الارتفاعات التضخم حتى الصحفيين ضغطوا على جيرون باول بأنه حتى لو شفنا ارتفعت التضخم فوق 2% أنه جيرون باول أكد أنه رح يضل أنه ما يخلي تضخم يرتفع أكثر من 2% بس لكن هو ما عم يتوقع أنه ارتفاعات التضخم تستمر لفترة طويلة فكل هاي طبعا هاي الأسباب أنا سياسة تيسيرية مرينة وبالدل أنه ما رح يكون فيه رفع لأسعار فائدة حتى فترة مطولة حتى عام 2023 وحتى يحقق مستويات التوظيف بشكل أكمل شفنا اليوم إعانات البطالة الأمريكية كيف أجت أقل يعفوا أسوأ من المتوقع أيضا الناتج المحلي الإجمالي رغم أنه حقق نمو إيجابي إذا ما قارننا بالربع الرابع من عام 2020 نحن نحكي عن 4.13% تقريبا حقق الآن النمو الناتج المحلي 6.11% إذا ما يعني أسعفوا أن 6.4% كانت التوقعات عندها 6.18% فجاءت دون التوقعات لكن هي تحقيقات نمو إيجابي يعني بشكل عام فهذا بيأثر طبعا عم نشوف كيف يعني عم نشوف الدولار عم بيرتفع بشكل طفيف لكن الدولار الأمريكي بشكل عام راح يتوقع أنه ما زال ما زلت بقول أنه دولار ضعيف في الفترة القادمة نتيجة السياسة التحفيزية وبقاء سعر فائدة متدني حتى عام 2023 فهذا كل أسباب راح تخلي دولار ضعيف يعني ملاحف كان ضعف أمام العملات السلع أمام الكندي أمام النيوزيلندي أسترالي والنرويجي هذه عملات السلع هل تعتقد أن هذه عملات بالإمكان أن تستمر في التفوق أمام العملات الأخرى ليس فقط الدولار نعم إذا حكنا عن النعملات المرتبطة بالنمو مثل الدولار الأسترالي الدولار نيزيلندي النرويجي طبعا حققت النرويجية على مستويات منذ عام 2018 تقريبا الارتفاعات التي حققتها يعني هذه الارتفاعات هي مرتبطة بأسعار السلع سواء إذا بناخد أسعار النفط بالنسبة للنرويج بالنسبة أيضا دولار الأسترالي مرتبط دولار نيزيلندي مثلا من أسترالي بالنحاس أيضا مرتبطة بأسعار السلع وأيضا مرتبطة بالتعافي الاقتصادي وخاصة بالتعافي الاقتصادي في الصين بما أن الشركة الأول بالنسبة للشركة الأول بالنسبة للأسترالي ونيزيلندا فأي مرتبطة بالتعافي اللي يحصل بالاقتصاد الصيني فأنا مرجح لارتفاعات حتى شفنا الدولار الأسترالي الجلسة الثالثة على التوالي دولار نيوزراندي للجزء الرابع على التوالي فهذا كله عن من توقع الإيجابية لأن صندوق النقد الدولي أورادي توقع أنه توقعات لنمو الاقتصاد العالمي تقريبا بستة في المئة فهذا سيأثر أيضا على توقعات لنمو الاقتصاد الاسترالي هل هذا ستتوقع أسواق الناشئة برأيك دينا؟ بالنسبة لأسواق العملات الناشئة لا يعني ما بحاجزهم كثير مختلف بين اللير التركيين حققت أدنى مستويات خلال الأسبوع الماضي عم نشوف اليوم مرغم ارتفاع هذه الأسبوع ولكن هي عدنى مستويات على الإطلاق بسبب الظروف السياسية تغييرات المحافظة البنكي التركي أثر على تلك العملة لكن إذا نظرنا إلى اليوان الصيني عم نشوفه مثلا للعملة الأفريقية فهذاك ارتباط اليوان الصيني مرتبط بالتعافي الاقتصادي بالصين فهذا عم بيأثر بشكل إيجابي على تلك العملة وقوة تلك العملة ومتوقع الدعم الإيجابي لتلك العملة ترتفع تكون مرتفعة أيضا إذا نظرنا إلى العملة الأفريقية رغم أنها تحقق أعلى بستوياتها منذ عام 2019 منذ ديسمبر 2019 نحن شفنا أنه منذ جائحة الكورونا بالربع الأول بدأت تعود لكل الخسائر التي طالتها لتلك العملة من ربع الأول من عام 2020 وبدأنا نرى الارتفاعات بسبب أيضا أنه تدعمها الارتفاعات بالسلعة والمعادل وبدأنا نرى بالنصف الثاني ارتفاع للسلعة فهذا دعم يعني داعم للعملة مثلا الأفريقية فهي تسبب لشكل يعني بتسبب لليوان الصيني متوقع ما زلنا الإيجابية متوقع للعملة الأفريقية المزيد من الارتفاع لكن الليلة التركية يختلف الأمر للأوضاع السياسية أيضا يعني عانت كمان العملة الأفريقية عانت قليلا بسبب الارتفاع يعني بإصابات فيروس كورونا متحققت تذذببات خلال فترة الارتفاعات اللي عم تحققتها لنا قانوهم الأفريقية